السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كالتار وهذا إن شاء الله يكون ثلث فيديو في سلسلة الممتدئين في القناة إذن كالث فيديو اخترت أنه زم يكون فعل ليكون كالترجمة حرفية حتى لا يوجد مقابل في اللغة العربية فأنا فضلت أن أعطيكم ترجمة حرفية أحسن أن أقول لكم غير تبي لكي تصل إلى فكرة أقرب للمعنى إذن to be هي ليكون بي بحدثة هي يكون بي يكون to be ليكون فعل ليكون في المضارع البسيط إذن دا بغا نشوف كيفش كنستخدمه أولا how how do we use it how do we use it how do we use it كيف نستخدمه قبل ما نبدو أخصنا نعرفو باللي في في فقه شما صرفنا أولا شنو ما كان هاد الفرب اللي غان نصرفو كاينين two forms two two forms ديال تصرف كاين affirmative form لي هي حالة أولى شكل لإثبات يعني ماشي النفي الإثبات فقط ما بغيتش نكتب حالة ضد حالة النفي فاكتبت الإثبات حيتش أصلا معنى قريب ولكن تم عارفوا باللي affirmative form هي ما لي ما كيكونش عنا النفي ما لي كيكون عنا الإيجاب negative form هي حالة النفي بكل بساطة وفي جبيهم في affirmative form وفي negative form سوف نشوفو جوج ديال forms short form شكل قاصر و long form long form و short form هاد short form هي شكل قاصر ديال هاد الشكل الطاول وهاد long form هو الشكل الطاول ديال هاد شكل قاصر نفس الحاجة بالنسبة ل negative form إذا أول حاجة سنعرفوهما dama air بالإنجليزية dama air يعني باللغة العربية كنقولو مثلا إذا جينا نصرفو الفعل لعبا يك كنقولو انا مثلا في المضارح البسيط اللي هو present tempo كنقولو انا ألعبو أنت تلعبو هو يلعبو إلى أخير هاد أنا أنت هو هي هادو هما الضمائر ليهما غنشوفوهما اسموهما هما دمائر لذا بغينا نصرفو هاد أنا ألعبو مثلا في في ال affirmative form كنقولو اه أنا ألعب ولكن في ال negative form ليهما لذنفيك نقولوا انا لا ألعبو ببساطة هادو هما ال affirmative و negative دمائر سابجيكت برناونز ليهما ضمائر سابجيكت سابجيكت برناونز عنا كنشوفو اللولا الحرف اي كيبقى هو او اي غا هو بغيت نقولكم على واحد الحاجة هي انك في مجي تكتب واحد من هادو خانسك ضروري تبدأ بكابتول لتر كما قلنا في الدرس الاول قلنا هو حرف كبير اذا هادو سمول لترز اولا لاور كيس لترز بجوجه اذا قلنا اي هي انا يو انت يو هي هو هي 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 ات سوف نزول الدب شوية سوف نشرح لكم فيها واحدة شي حاجة وي نحن اذا وي نحن يو انتم ذي هم بعد قبل المبدأ ستلاحظوا باللي ما كين شي اولا كين نوعا ما المؤنث والمذكر في الضمائر هي 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 مذكر وخ وشي مؤنث من غير هادشي كامل ما عنا شي مذكر ومؤنث اي انا اي كتقدر تهدر على المذكر والمؤنث على حسب الشخص اللي كيهدر يعني مثل اذا كان كيهدر مذكر وقال اي فكتعود للمذكر واذا كان العكس فالعكس يو او تن كقدر تهدر على المذكر وعلى المؤنث على حسب الجملة على حسب من كتدرتينة مثلا انا قلت لك يو تينة تينة اذا كنت مذكر فايو كتعني مذكر واذا كنت بنت فايو كتعني مؤنث هي كما قلنا مذكر شي مؤنث يتغرجعولا وي نفس الحاجة ما كتعني لا مذكر لمؤنث على حسب على حسب بش كونك يهدر وعلى حسب ديك الحالة هذيك يو تهي نفس الحاجة وذي تهي نفس الحاجة هتلاحظوا باللي عنا جوج ديال يو يو الولانية هي للمفرد يعني كتعني انت او لا انتي ويو تانية هي للجمع فكتعني انتم او لا انتنا وخا هذا مك لدينا جوج ديال يو وحده ديال مفرد وحده ديال الجمع الرجوع دبال إت إت شوية غنتفرعوا فيها إت كتقدر تعني ثلاثة الحاجة عكس تكشير اللي يقاريونا في مدارس في الدراسة إذا كنت قرأت الإنجليزية في الدراسة فغيكونوا قارولك إت كترجع للجمد فقط هذي إجابة صحيحة ولكن ما كاملاش أولا إت كترجع للجمد ثانيا ترجع للحيوانات اللي إحنا منا نعرفه شي accused دياله مثلا شي قطة ولا شي شي غالبة ولش حاجة شي حيوان أنا مناعرف أشي هو واش هذلك ذاكر ولا انتا كان نتخذر عليه بصفته إت يعني أنا مناعرفه شي tender أيضا شي طفل إن شالله تخلق وينما نتخذ شي عيوان سي هذَك ذاكر ولا انتا سننطر عليه بصفته إت وح bod br Ir im w sleeping الجماد الحيوانات لا اعرفين ما الجنس والمولود لا اعرفين ما الجنس ايضا مثلا كنت في غالس وشي واحد دق في الباب لا اعرفش يشكون لي دق في الباب فمعرفش يشكون وش يعني وش ذكرون لأونتا فانتظر عليها بصفته هو از ات يعني من يكون يعني احنا معرفين شي وش ذكرون لأونتا اللي يدق في الباب فكنساملو ات هذا مكان اذا ات ما عنداشي جنس يعني ما عنداشي مقابل ديلا في اللغة العربية فما هنقدر نكتب لكم عني ها وعلا هنا عنا two charts two charts يعني جوج ديال الجدول عنا الجدول اللولاني affirmative form يعني كما قلنا الشكل يعني المشيد النفي يعني الجازم عنا كيتقسم الجدول كما قلنا long form و short form نشوفو singular singular هي مفرد بعد شوفنا في الدمائر شوفنا singular اللي هي I, you, he, she, it يك هادو مفرد وهدا we, you, they هادو جمع فنفس الحالة هنا جبتم وحطيتم عنا singular هي مفرد I, you, he, she, it plural we, you, they مليكس كنصرفوا اي فعل كنصرفهم هيدا كنحطوا I, you, he, she, it we, you, they وكنصرفوا الفعل حداهم هنا عنا verb to be ها كيف شكتصرف am يعني اللي كنعملهم مع subject pronouns I كترجع I am I am you are you are الان جيت نعملكم الترجمة الحرفية انقلكم I am كتعني انا اكون you are انت تكون he is هو يكون she is هي تكون it is مهم it is يعني حتما قداش اقولكم هو ولا هي ف it is here it is we are نحن نكونو you are انتم تكونونا او لأنتن تكونا they are هن يكونا هن يكونا او لهم يكونونا فعالتا يعني حتما قنعرفوش يجيس فما قدروش نقول ودبا short form short form بيكون بساطة هي كما قلنا الشكل البسيط لشكل الطاول هدا شكل طاول هدا شكل بسيط هدا شكل بسيط ام تكون قاعدة واحدة باش ما تدخوش فيها غا تشبر شكل طاول اللي هو long form i am you are he is she is it is we are you are غنزولو الحرف اللولاني مثلا ام غنزولو لأي R غنزولو لأي is غنزولو لأي اي الى اخير وغنعودوها بهاد الابوستروفة هادي ها هي كتشوفها ما كيبقاش هاد الاسباس ما بين I و Am كترجع Am إذن A عودناها بأبوستروفي كترجع هادي أبوستروفي M إذن شي حرف إذا كان معه قبل منه أبوستروفي كنقوله أبوستروفي M إذن هادي كترجع I am كترجع Am نفس المعنى كيبقى أنا أكونه أنت تكون You are كترجع You're زون الأي عودا وقالت أبوستروفي R You're His She's It's إذن شوفت هنا S أبوستروفي S أبوستروفي S أبوستروفي S ولكن ما كيتقراش من نفس الطريقة هادي His She's هادي It's هنا We are كترجع Where You are You're They are There Here Canشبرو Affirmative Form كيف ما هي وكنزيدو له Not كما كتشوفو I am Not You are Not هادي ما كنقولو شي Not ولكن كنقولو Not الى آخر كنكملهم تالآخر كنزيدو لهم Not يعني أنا لست وأنت لست هو ليس إلى آخر النسبة للشورت فورم عودا نفس الطريقة كنعملو هنا يكنعملو في الأغيف الأولى اللي نفس الطريقة I am not كترجع I'm not I'm not You are not كترجع You aren't You aren't هاد Are not كنشركوهم ككلمة خدا وكنزولها الأو كترجع أبوستروفي تي أو كتعودا الأبوستروفي وكنشركوهم Are Not أو مشات جات الأبوستروفي Aren't You aren't أنت لست أو لا أنت لستي He isn't She isn't It isn't دابعا اللي هو الجبه We aren't You aren't They aren't إذن دابعا غنعودوا غيب بعجالة عنا Affirmative form I'm أولا أبوستروفي I'm كنستعملوها غير مع I I am أولا I'm إذن هي أنا أكون He is أولا his She is أولا she is طبعا هادي اللونك فورم وهادي short form هادي اللونك فورم وهادي short form It is أولا it's We are Long form We're Short form You are You're You هادي ديال singular وهادي ديال plural هادي ديال مفرد وهادي ديال جمع You are You're They are There أولا هادي دقنا أفرماتي فورم دابعا Negative form I am not I am not I'm not He is not She He is not He is not He isn't She is not She isn't It is not It isn't We are We are not We aren't You are not You aren't You are not You aren't Singular plural They are not They aren't دابعا فوقش كانستعملوا هاد الverb هادا Verb to be When do we use it When do we use it متى نستخدمه وين هي متى متى نستخدمه أولا When do we use it إذن أولا كنستخدمه أنا كتب لكم To talk about someone's name أو job أو nationality أو nationality على حسب الأكسنت اللي كتقرأوا بها أو relationships re شي re relationships إلى أخير إذن نعود To talk about To talk about someone's apostrophe S someone's name job nationality relationships إذن يعني للتكلم عن هاد someone's يعني شي حاجة ديل شي واحد مثلا someone's name هي الاسم ديل شي واحد someone's job هي العمل ديل شي واحد someone's nationality هي جنسية ديل شي واحد someone's relationships يعني العلاقات ديل شي واحد إذن كل شي عاكم أكتب حدا هناك examples أمثلة he is معتز هو يكون معتز يعني هو اسمه معتز هنا سعمل name someone's name he is معتز أو لا he is معتز 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 she is not a teacher هنا عنا affirmative form هنا negative form she is not a teacher teacher هي أستاذ أو أستاذ she is not a teacher يعني هي ليست أستاذ we are أو we're cousins cousins هي أبناء عام أو لأبناء خال أو لأبناء خال أو لأبناء عامة يعني كان نفس الحاجة في الإنجزية بأرعب بهم cousins we're cousins يعني نحن أقارب نعمة they aren't they aren't هم ليسوا negative form they aren't moroccans هم ليسوا مغاربة you are a student أنت أنت طالب أنت تلميذ أو لا طالب I'm كوتر أنا كوتر أو لا كنتعني كل هذه الحاجة أنا كوتر أنا أكون كوتر أو لا أنا اسمي كوتر you are students كما كنشوف هنا students بS في الأخر يعني أنها جمع يعني plural يعني هدي ديال plural أما هدي وهادي ما عنده شيء S في الأخر هذا مفرد a student هي تلميذ إذن هذه ديال singular you are students أنتم تلاميذ it isn't my cat cat هي قطة my هي ديالي my cat يعني القطة ديالي أو القط ديالي it isn't يعني هذك القطة مش ديالي أو لهادك القط مش ديالي تانيا عفونا نخصدكم تانيا تانيا to describe people animals things the weather location etc يعني to describe هي لوصف describe هي وصف people نس animals حيوانات things الأشياء the weather تقص location المكان مكان التواجد إلى أخير أحمد nice أولا أحمد is nice يعني أحمد لطيف أو لغضريف the elephants are huge the elephants عفونا إذن أحمد nice هنا وصفنا people يعني نس هذا الشخص كان وصفوه قلنا أحمد is nice أولا أحمد nice يعني nice هي كما قلنا لطيف إذن كان وصفو نس the elephants the elephants are huge the elephants are huge huge يعني ضخمة are the elephants هنا وصفنا animals حيوانات the elephants هي الفيالة إذن هذا الجمع إذن إذا بغينا نعودوها بوحدة من الضمائر كنا نعمل they they are huge the house the house is small the house is small هي المنزل the house small صغير المنزل يكونو صغير أولا المنزل صغير بكل بساطة في العربية ما كيناش تكي يكونو ليكونو it's hot today today هي اليوم hot هي ساخن it's هو يعني يكونو ساخن اليوم نوعا ما هي ما كيناش هاد الجملية بالعربية طبعا ولكن نحاول نوصلكو مصف it's hot today يعني كنوصف هنا الطقس the weather the weather اللي هو الطقس مريم is short مريم is short يعني أنا مريم قصيرة هناك نوصف عوضا people مريم هي مؤنث ومفرد يعني نوعا ما in the garage في 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 المستودع كنظن مهم يعني في في الgarage the car is in the garage هنا كان هدروا على location المكان مكان تواجد يعني هنا قلنا سيارة في المستودع أو في الgarage we're hungry we are hungry hungry هي جائع أو لجائع يعني هنا نحن جائع الجامعة جائع we are hungry أو we're hungry بنسبة the car هنا استعملنا the car وإذا نزول هدي وستعمل بوحدة من الضمائر سنستعمل it it is in the garage يعني سيارة في المستودع كما قلت وغاستعمل it حيث هذا جمد وصافي كان هذا فيديو دي اليوم ما شاء الله تكون استفتوا ولكم الشرح يوصل مزيان بسمحولي كان نعمل فيديو طوالين ولكن هدي الطريقة الواحدة اللي كان جبر باش أن نشرح مزيان وباش أن الفكرة نوعا ما توصل إذا كانت توصل إن شاء الله وصافي نتلقى في فيديو اليوم جي إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة